زملائي أود أن أحدثكم اليوم عن الاقتصاد الأزرق وخاصة الاقتصاد الأزرق في الجزائر إذن سيتعنون بالبحر الأبيض المتوسط فضاء يجمعنا إذن البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارات المتتالية وملتقى شعوبا لها تاريخ مشترك وعلاقات متينة في فضاء بحري يحتضن خامس أكبر الاقتصاديات في العالم ويجتمل على مجموعة كبيرة من النظم البيئية والبحرية التي توفر اليوم لدول المتوسط موردا هاما لبلوغ تنمية مستدامة بيئيا واقتصاديا غير أن الرهانات وتحديات في المنطقة في منطقة الحوض الأبيض المتوسط وخاصة غرب المتوسط تفرض على دول المنطقة مزيدا من التعاون والحوار والتقارب لضمان الاستقرار والأمن لشعوبها ومنذ اجتماع بروكسل في نوفمبر 2015 والإعلان على مبادرة الاقتصاد الأزرق في غرب المتوسط رسمت دول المنطقة خلال اجتماع نابولي بإيطاليا ب2019 ورقة طريق العمل المشترك لجعل من الاقتصاد الأزرقي قاطرة التنمية في هذه المنطقة أين تلتقي حولها الرؤى وآليات العمل المشترك من أجل الوصول أو بلوغ هذه التنمية المستدامة لشعوب هذه المنطقة تعزز العمل المشترك في إطار الاقتصاد الأزرق بين دول غرب المتوسط أيضا في الدل الحوار 5 زائد 5 واعتنقت الجزائر هذا المسعى وجعلت من الاقتصاد الأزرق أحد قاطراتها التنموية الكبرى وسأحدثكم هنا عن مختلف المشاريع التي تبنتها الجزائر من أجل وضع هذا الاقتصاد الأزرق وهنا سأذكر مقطعا من خطاب الرئيس الجزائري أين قال إن التعاون الأورو متوسطي والعلاقات مع دول الجوار في أوروبا تشكل بالنسبة للجزائر خيارا طبيعيا تمليه طموحاتنا المتقاسمة لبناء فضاء مشترك للأمن والاستقرار والرفاهية وكما قلت من قف هذا مقتبس من خطاب رئيس الجمهورية الجزائرية التي ألقاه في الطبعة التاسعة والخمسين من الجمعية العامة للأمم المتحدة عفوا في الواحد وعشرين من سبتمبر 2004 وإن الأهداف الكبرى التي حددتها المجموعة المتوسطية في إطار المبادرة من أجل التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق تتقاطع بشكل مباشر مع الأهداف التي تضمنتها البرامج التنموية الحيوية المتتالية التي وضعتها الجزائر في العقدين الماضيين إذ قامت هذه الأخيرة أي الجزائر بإنجازات هامة جسدت على المستوى الفضاء المتوسطي وقد كانت لها إنعكاسات اقتصادية واجتماعية وبيئية على المنطقة ككل والجزائر تبقى حريثة على دفع الحوار في البحر الأبيض المتوسط الذي يجمعنا منذ قرون في كنف السلام والرفاهية للشعوب بموقع استراتيجي هو بوابة أوروبا نحو العمق الإفريقي تحتفظ الجزائر بذاكرة متوسط وتكتنز آثار حضارات متتالية تعاقبت على المنطقة وليس على الجزائر حسب حتى المنطقتية مصر، تونس، ليبيا وأيضا المغرب وانتهجت الجزائر سياسة بغية التجديد الكل للهياكل القاعدية للبلاد وعصرنة النشاطات الاقتصادية والارتقاء بأفراد المجتمع الجزائري نحو الأمن والاستقرار والرفاهية ولقد هيئت الجزائر الإطار القانوني الملائم للاقتصاد الأزرق وصارت اليوم طرفا جدا حريصا على سلامة مياه المتوسط إذ أن 38% من سكان المدن الساحلية الجزائرية وصلت اليوم بقنوة الصرف الصحي و37% محطة لتطهير المياه توفر طاقة تطهير لستة ملايين نسمة في اليوم هذه العملية هي اليوم معززة أيضا بنشاط جمعوي يعمل على نظافة السواحل الجزائرية ومياه المتوسطة السليم ما من التلوث توفر اليوم في جزائر مياه الشرب عذبة من خلال محطات تحلية مياه البحر الموفرة لمناصب شغل والضامنة لقيمة مضافة للاقتصاد الجزائري كما تتوفر أيضا الجزائر من جهة أخرى على 51 ميناء بحري ومنها 12 ميناء تجاري وهي قاعدة لوجستية تضمن نقل 12 مليون طن من البضائع من وإلى نقاط متعددة من العالم أما مشروع ميناء الحمدانية بيتي بازا فسيكون قطبا حقيقيا لتنمية الاقتصادية في الجزائر وفي المنطقة المتوسطية ومن ثمت نحو العملق الإفريقي بطبيعة الحال جسور التواصل ممدودة بين الجزائر وأوروبا وإضمنها أسطور بحري عصري ومتطور لنقل ما يقارب مليون شخص يقطعون المتوسط سنويا في تقارب للشعوب الضفتين وأعماق المتوسط أيضا هي أيضا جسور تواصل لا تنقطع الوصل بالألياف البصرية يمتد على ألف الأميال البحرية خط أورفال الذي يربط وهران بفالانسيا يعزز خدمات خطين آخرين وهما خط الجزائر العاصمة بالما وخط عنابة مارسيليا بفرنسا كما يعزز الصيد البحري الأمن الغدائي ويوفر مناصب شغل إذ أنه خمسة آلاف باخرة صيد عصرية توفر أزيد من مائة ألف طن من الإنتاج السمكي كما أنه هناك مشاريع تربية المائيات تنتشر في رحاب المتوسط وتوفر منصب شغل وأزيد من ألفين وخمسة خمسة مائة طن من الثروة السمكية للجزائر كما ستدخل الجزائر قريبا مجال الاستكشاف البحري عن المحروقات أوفشور مع شركائها الأوروبيين وقد أحيط هذا الاستثمار بعناية فائقة لحماية البيئة والأصناف البحرية سبعين بالمئة من الهياكل القاعدية السياحية في الجزائر هي في المناطق الساحلية وتوفر أزيد من ستين بالمئة من مداخل القطاع السياسي في الجزائر وإذن يمكننا أن نقول أن الاقتصاد الأزرق في الجزائر هو ورشة متواصلة ومكملة لمسار تنمية شامل تعمل الجزائر على تجسيدها وهي شراكة أيضا وتعاون مع شركائها في الضفة الشمالية للمتوسط وأيضا مع شركائها من المنطقاء تونس والمغرب إن الاقتصاد الأزرق مسار يسلكه الشركاء المتوسطيون ضمن الحوار خمسة زائد خمسة للاقتصاد الأزرق وهي شراكة تؤسس التنمية المستدامة في حوض المتوسط لقد اقتنع الشركاء بأن مستقبل منطقة يكمن في أمنها واستقرار إقليمها البحري في تحقيق وهذا بغية تحقيق الرفاهية الاقتصادية والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي وهي كلها مبادئ يرتكز عليها الاقتصاد الأزرق ويعمل إلى تجسيدها الشركاء وتعتقنقها شعوب المنطقة المتوسطية أأمل أن هذا الخطاب لم أكن سريعة في خطاب هذا وأنكم تمكنتم من أخذ بعض النقاط المهمة فيما يخص هذا الخطاب ترجمة نانسي قنقر